التقى وزير الخارجية عبدالله لحيا أمس الثلاثاء بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا فيليب لازراني بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت وتم خلال اللقاء بحث المسجدات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة تطورات الراهنة في قطاع غزة والجهود التي تقوم بها الوكالة توجاه الأشقاء الفلسطينيين والعمليات الإغاثية وإيصال المساعدات لمحتاجها من جانبه أشاد وزير الخارجية بالجهود الحثيثة والتي تقوم بها الوكالة والعملين فيها على الأرض في فلسطين مجددا تضامن دولة الكويت ومساندتها لأعمال الوكالة خاصة في ظل المعاناة وتفاقمها جراء تطورات المأساوية الراهنة من ناحيته ثمن زيراني الدور الحيوي الذي تطلع به دولة الكويت في دعم الوكالة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة معربا عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا